السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا مستمرين في سلسلة الفيديوهات اللي بنتحدث فيها عن سمات الأشخاص الناجحين في مهنهم أو في عملهم في حياتهم العملية ومرة أخرى هاي السمات مش فتوى من عندي ولا فتوى من عند من وضعها وإنما هي بناء عن ملاحظة للواقع السمة الأولى اللي حكينا فيها أن الأشخاص الناجحين يرون أنفسهم على أنهم استثمار والاستثمار يجذب إذا كان ناجح يجذب استدمارات أكثر وإذا كان فاشل يطرد الاستثمارات الحالية اللي عنده ويمنع الآخرين من أنهم يستثمروا فيه إذا ما شفت الفيديو الأول ارجع شوفه لأنه جدا مهم وبهن رأيك كمان في التعليقات الفيديو هذا رح نحكي فيه عن السمة الأخرى أو الثانية من سمات الأشخاص الناجحين وهي أنهم يرون أنفسهم على أنهم البطل وليس الضحية كل فيلم بنحضره أو قصة بنشوفها بشكل أو بآخر فيها شخص بالعب دور البطل وفيها شخص بلعب دور الضحية في نهاية الفيلم البطل بيأخذ الجائزة لأنه أنقذ الضحية وبتحول شخصيته بصير إنسان أقوى إنسان كفق أكثر إنسان قادر أكثر وبيأخذ الكريدت والضحية بتركب في الامبلانس وبتروع على المستشفى زي ولا صار في شيء معها في حياتها غير أنه تم إنقاذها عقلية الضحية مغرية لأنه الضحية ما بيعمل إشيء الضحية هو بيجلس حتى يجي البطل ينقذه الشخص النجح ما بيشوف حاله ضحية في الحياة وانا بيشوف حاله دائما البطل لأنه الضحية للأسف بتجذب طبعا خلينا نكون هون بس قبل الاستفادة أحيانا بيكون الإنسان ضحية عن جد وبيكون بحاجة لمساعدة من بطل ولكن خلي بالك أنه دور الضحية ما لازم يكون طويل ما لازم يكون بيرمننت أو دائم مش طايتل إليك أنك أنت الضحية لازم مباشرة توقف على رجليك ومجرد ما أخذت المساعدة اللي أنت محتاجها توقف على رجليك وتتحول تصير البطل إذا استمرت في لعب دور الضحية لفترة طويلة رح تطرد الناس من حولك ليش؟ لأن الضحية بتطلب مصادر وموارد واهتمام وحتى فلوس من المحيط طبعا بسحبها بسحب الانرجي كلها بسحب الانرجي من الجو تجاهه هاي الانرجي هاي الطاقة هاي الفلوس هاي الاستثمارات هذا الاهتمام هذا الوقت كان المفروض يتم تسخيره لشيء آخر هذا الأمر طبعا في الحياة كلها لكن احنا نناقش هاي السماف الشخصية من وجهة نظر السوق العمل من وجهة نظر الشركات فلا تلعب دور الضحية وإذا وجدت نفسك فعلا ضحية بمجرد ما أخذت العون المطلوب وقف على رجليك وإلعب دور البطل حتى تجذب لنفسك الاستثمار الصح حتى تترقى حتى ترتفع حتى تتطور تصير أفضل سواء في عملك أو في حياتك بشكل عام الآن دور الضحية مغرية لأنه مثل ما حكينا الضحية ما بيعمل شيء وإذا بتلاحب في القصص حتى والأفلام الضحية وجودها هو فقط عشان يخلي دور البطل أحسن ودور الشرير أسوأ يعني العصابة خطفت حد الحد هذا صار ضحية البطل بدي يجي ينقل هذا الحد من العصابة هذا الضحية دوره أنه يخلي العصابة تبدو شريرة وسيئة ويخلي البطل يبدو طيب وجيد وبيهمه الآخرين ويحاول يساعد في نهاية القصة البطل بتطور وبصير فعلا والضحية بتروع المستشفى بس فمصر فيه شيء بحياة الضحية بلوفوها ببطنية وخلصة هذه دور الضحية لا تكون الضحية لأن الضحية لا يعني ليس على شيء ما هيصير شيء في حياته بالعكس هيطرد الجميع من حوله الآن خلي بالك أيضا أنه أنت كبطل لا تقع ضحية الضحية أحيانا في ضحايا في محيطنا مش ضحايا حقيقية هم فقط ما بيعملوا اللي عليهم فأنت لما تشوف حد في محيطك العملي تحديدا ما بيعمل اللي عليه يعني مش محاول أصلا يعمل الشيء المطلوب منه عشان يطلع من المشكلة اللي هو فيها بديش حكي لك لا تساعدوا لأنها صعبة يعني الناس بتحب تساعد بعضها بس لا تحرق حالك كثير يعني لا تكون كالمصباح يحرق نفسه ليضيء على غيره أوكي هذا الموضوع مهم في كثير للأسف معظم الضحايا اللي يشوفهم في حياتنا هم مش ضحايا هم بلعبوا دور الضحية في ضحايا حقيقيين بدهم مساعدة في ناس مش لاقي تأكل مش قادرة توصل على أدنى الخدمات في حياتنا هدول بدهم مساعدة بس لا في في مجتمعنا بشكل عام معظم الناس بلعبوا دور الضحية وهم ليسوا بضحية مرة أخرى شكراً للمتابعة بتمنى أني أسمع أرائكم في الفكرة هاي تخبروني في التعليقات شو رأيكم بالطرح هل بتتفقوا معه أو بتختلفوا معه إيه شوجة نظركوا تحديداً سواء كان اتفاق أو اختلاف السلام عليكم اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة